اهلا وسهلا بكم متابعي تلفزيون اليوم السابع تطوير كبير بيحصل في مصر على جميع الاصعدة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة جمهورية مصر العربية في 2014 ولكن اللي حصل من تطوير على الصعيد الافريقي كان غير مسبوك خلال السنين اللي فاتت حصل توطيد للعلاقات الافريقية وتم تعزيز العلاقات مع دول القرى السمراء بشكل غير مسبوك بعد ان كانت العلاقات سيئة جدا قبل ثورة 30 يونيو وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي هو كلمة السر في كل مرة تم وصل الخيوط مع الدول الافريقية خليني اعرفكم ابرز اسهامات الرئيس عبدالفتاح السيسي في تعزيز العلاقات الافريقية في 2014 شرك الرئيس عبدالفتاح السيسي في قماتي الاتحاد الافريقي في غنية الاستوائية وأديس أبابا بالاضافة الى مشاركته في اعمال الدورة 23 العادية للقمة الافريقية في نفس السنة في 2015 شرك الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماعات القمة الافريقية في الدورة 24 وفي 2016 فازت مصر بعضوية مجلس الامن عن افريقيا لمدة سنتين في 2017 فازت مصر بعضوية مجلس السلم والامن الافريقي وفي 2018 شركت مصر في الدورة ال 31 لقمة الاتحاد الافريقي في العاصمة المراثانية في 2019 فازت مصر برئاسة الاتحاد الافريقي في 2020 أرسلت مصر بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي مساعدات عاجلة ل30 دولة افريقية خلال أزمة فيروس كورونا كمان فازت مصر في نفس السنة بأغلبية ساحقة بعضوية مجلس الامن والسلم الافريقي لمدة سنتين في 2021 تم توقيع أربع اتفاقيات تعاون عسكري ودفاعي بين مصر والسودان وبروندي وأغندا وكينيا كمان في نفس السنة تم القيام بعدد من التدريبات العسكرية المشتركة بين مصر والسودان في 2020 تم الإعلان عن مشاريع الربط الكهربائي على أولوية الأجندة المصرية في عدد من الدول الافريقية بالإضافة لحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعزيز العلاقات المصرية الافريقية من خلال التنسيق والتشاور المتواصل مع دول القارة الافريقية في محاولة منه للحفاظ على الترابط والوحدة مع الدول الافريقية لمواجهة التحديات التقليدية وغير التقليدية التي تشهدها مناطق كثيرة مختلفة في العالم وسهمت مصر خلال السنين اللي فاتت بكثير من التحركات الدبلوماسية للحفاظ على حقوق دول القارة ومكتسبتها والانعكس على حجم الزيارات المتبدلة واللقاءات رفيعة المستوى بين مصر والدول الافريقية على المستوى الرئاسي والمستوى الوزاري وكبار المسؤولين سواء في الإطار الثنائي أو على هامش الاجتماعات المنظمات الدولية والإقليمية والتجمعات الافريقية أو المحافل متعددة الأطراف وبتستنى التحركات مصر في القارة الافريقية على خطوات استراتيجية مدروسة وبرنامج زمني لتنفيذ خطوات ومشروعات تنموية تتماشى مع الخطط التنموية للدول الافريقية وكمان في زيادة ملحوظة في معدلات التبادل التجاري مع الأشقاء الأفرقة خاصة بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز التنفيذ ده بالإضافة إلى مساهمة مصر في تنمية قدرات الكوادر الافريقية في مختلف المجالات لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في أنحاء القارة الافريقية لتلبية تطلعات شعوبها من النماء والرخاء والازدهار أعزائي المشاهدين بكذا نكون وصلنا لنهاية تغطيتنا تقبلوا تحياتي أنا إسراء إسماعيل إلى اللقاء في تغطيات جديدة انتظرونا